يمكن قلتلكم في حلقة سابقة اني كنت ساكن في نفس العمارة اللي ساكن فيها الفرنان الكبير مودي الإمام في عمارة من عمارات شركة مصر للسياحة في شارع معمل السكر فجرة السيدي ومودي الإمام كان كمان زميلي في كلية الفنون الجميلة أقوى وحسين الإمام حسين كان تسمع عمارة ومودي الإمام كان تسمحف وانا كنت تسمع تصوير وكمان كان عندنا موهبة تانية فنية غير الرسم احنا الثلاثة بنحب الموسيقى مودي الإمام عازف ديان وشاطر جدا وحسين الإمام عازف جيتار شاطر جدا والاثنين مؤلفين موسيقيين وموزعين يعني هويتنا هي شغلتنا وكمان في جيرة وسكنين جنب بعض فعملوا لي فرقة موسيقية وعملنا حفلات كتير نجحة جدا وكان شقتي وشقة مودي الإمام جنب بعض لازقين في بعض ومفتوحين على بعض طول الوقت وأنا داخل أعمل آلبوم جديد وأثناء شغلي في الآلبوم لقيت الشعر الكبير الراحل عسام عبدالله ومودي الإمام بيعرضوا علي أغنية اسمها في قلب الليل قريت الأغنية لقيتها مكتوبة بشكل مختلف خالص عن النسق اللي بيتعمل في الأغانية العادية اللي كلنا بنغنيها يعني اللي إحنا متعودين عليه في الغنى مذهب وجملة بتتعاد بتتكرر بعد كده بين الكبليهات وكبليهين أو تلاتة يا إما الكبليهات نفس اللحن والكلام بيتغير يا إما كل كبليه متلحن بلحن مختلف المهم لقيت عسام كاتب في قلب الليل بطريقة مختلفة خالص عن اللي إحنا متعودين عليه في الأغانية العربية يعني وكمان مودي الإمام عامل لحن عجيب جدا ما تفهمش هو يعني حاجة كده بين الغنى وبين الحك أغنية عايزة حرص في إن المطرب يلجم نفسه عن إنه يقول حليات وعرب وزخارف وضرقوري المطرب هنا يبقى ممثل يشخص الكلمات والمفردات اللي عسام عبدالله قيلها يعني العلاقة اللي بتنشأ بينه وبين بنت خلاها مهرة حصانة وبقى طلوع الفجر اسمه وصها للفجر في عيوننا وبعدين الحصان سنانه ما بتكتكش من البرد لكن هو بيقول وبرد الخوف بيتكتك سنان الخيل مفردات جديدة والموضوع نفسه مصوقره بشكل مختلف وجديد جدا واللحن اللي شخصه كمان ومثله مودي الإمام بطريقة ما هي شبه الطرق العادية في التلحين ما خبيش عليكو أنا وقفت قدام الميكريفون تمن ساعات أغني أغنية ودي أول مرة تحصل لي مفيش حاجة اسمها كده لنك توقف عشان تغني أغنية أغنية مش ألبوم بحالو يعني أغنية في تمن ساعات التمن ساعات عمالة جرب فيهم كل الطرق اللي تخليني أحوش نفسي عن الطرب وبعد ما تسجلت واسمعناها وعجبتنا حطتها قدامي جنب بقية الأغاني اللي في الألبوم وقلت المودي الإمام وعصام عبد الله أنا مش هحط الأغنية دي في الألبوم ليه يا ابن الحلال يهديك يرديك أقولهم لا الغنية دي غريبة دي خواجة دي مش شبه بقية الأغاني لغاية ما مودي الإمام قال لي جملة هي دي اللي حسمت الموضوع بالنسبة دي قال لي مفيش أغنية بتوقع ألبوم آه في أغنية بتنجح ألبوم لكن عمرنا ما سمعنا عن أغنية في وسط ألبوم بتسقط الألبوم أنت عجبك الأغنية؟ قلت له آه طبعا جدا بس مستغربها في وسط الأغاني التاني قال لي خلص ما دام عجبك حطها في الألبوم وما تخافش أن أغنية في قلب الليل بتوقع الألبوم والغريب إن إحنا سمينا الألبوم في قلب الليل والمفرقة الغريبة إن الألبوم ينزل ماحدش يسمع عنه نزل سكيتي زي ما بيقولوا تقريبا اللي اشتروه إصحابنا بس كم واحد كده من إصحابنا وأنا طبعا اشتريت كم نسخة برضا ووزعها على إصحابي هدايا يعني الكلام ده كان سنة 86 تلف الأيام وبعد 11 سنة أكون وقف على مسرح بيرام التونسي في اسكندرية بعمل بروفا على مسرحية اللهم اجعله خير اللي كان كاتبها لنين الرملي وكان المخرج طريق الكاشف أخرج لي أغنية في قلب الليل ولقيت صديق جاي لنا على المسرح وإحنا بنعمل بروفا بيقول لي ألف مبروك أغنية في قلب الليل كسبة الجايزة الأولى في مهرجان الإزاعة والتلفزيون وطبعا الجايزة خلت الكليب يتزع كتير في التلفزيون والأغنية تتزع كتير في الإزاعات وبدأ الجمهور يسأل الأغنية دي اللي هم عملين بيشوفوها كتير كل يوم تقريبا بدأوا يسألوا هي دي في ألبم إيه فيعرفوا أنها في ألبم في قلب الليل ويبدأ ألبم في قلب الليل يبيع من جديد كأنه ألبم لسه نازل دلوقتي عايزة سمعكوا أغنية في قلب الليل اللي كتبها الشعر عصامة عبدالله ولحنها ووزعها الموسيقار مودي الإمامي موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وما في حد في الشارع سوى مهرة ربط جزع في شجرة صند وانا والصند وبرد الليل وخوف الليل وصها للمهر لم افهم اخوف مني قامت عاجب سألت المهر لم يفهم كلام مني ولا جاوه وكان فعني بريء مني كأنه كان بيسألني وفت انظر له ينظر لي وانظر له وينظر لي ولما صار كماخ الليل فتحنا بواب حكاوينا وتهنا في اغانينا في برد الليل وخوف الليل وحزن الليل وكان في جيد وقيت جرحه وقيت في جيد ما لمحه لكن حسوك أكيد حسوك وفجأة لقينا أحلامنا وصهل الفجر في عيوننا مسكت قيود وفكتها صهل بمعاني حستها صار يجري وانساني وصار يجري وانساني وأنا بجري في طريق تاني وصار يجري ورين ثاني وانا بكري في طريق تاني برد الليل وخوف الليل وحزن الليل وبعد كتير في ليل تاني لقيت الوحد من تاني في جيده ويده ايه التاني صهل تاني ما ردتش وباقي الوحد انا بمشي في برد الليل وخوف الليل وحزن الليل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة